الانتصالات الرياضية ده الحقيقة محل سؤالي لحضرتك هنروح للكرة بالتأكيد دايما الشعبية الكريفة والكبيرة احنا كنا بنتابع طبعا بفخر ده منتخب كرة اليد حضرتك شفت الكورة مصر أمام الدنيمارك والخصارة يعني في لحظات أخيرة أنا ما بعتمد رأيش خصارة سيادة الرئيس كمان الرئيس عفتح السيكان حريص على تهنئتهم والإشادة بالروح القتالية أنا أعدت برضو يا سيد شريف قبل ما ننقل على حاجة تانية هذه المباراة أنا بقول ان هي مباراة تاريخية لان انت هدف بهدف ند لفريق الدنيمارك بطل العالم يعني انت بتتقدم عليه هو يبتعادل معاه لعبت معهم وقتين إضافيين ورميات جزائية فانت وصلت المرحلة يعني انت خسرت بفريق ايه هدف من رمية جزائية أو أدفين كلام لا يعد في مجال يعني أنا قبل لا أخفيك يعني قبل المباراة دي كان عندنا إحساس ان منتخب مصر هيخسر بسهولة دي يا سبحانه أو الله صحيح وكان في كلام انه وصلوا سليفينيا عايزين يهربوا لاتنين من من رميات مارك ومن طريقهم يعني لكن انا كنت في سؤال اتطرح في زيني قبل المباراة لسه كنت بتفل مع الزمل علي ان احنا نعمله كتحقيق يعني صحفي انه متى نفكر في اننا نصعد للدور قبل النهائي بسهولة بدون التوتر ده صحيح فالحقيقة المباراة دي أثبتت ان احنا قادرين يعني أنا بصراحة شايف انه الروح اللي لعب بيها لعيبة منتخب مصر النهاردة لا تعود صحيح فوارق فنية كبيرة والبطولة اجمالا أضافت لمصر الكثير حياء وأكدت قد ايه مصر بلد كبير وعظم في ظل هذه الظروف حتى غير العادية والاستثنائية اللي بيمر بيها العالم في أصعب ظروف بيمر بيها العالم كله طيب الأهلي فين من اللعب الجماعة شايف حركة ازاي أداء فريق السلة كرة اليد في النادي الأهلي الكرة الطائرة الكثير من الألعاب الحقيقة كاراتية غيرها يعني اللي النادي الأهلي تقريبا مستحوذ ومسيطر على كل بطولاتها في كل قطاعات زي ما حدك قلت انه النادي الأهلي يعني في مجال مثلا كرة القدم الناس كلها عارفة السنة دي انت معك السلسية الكبرى صحيح دوري وكاس ودوري أبطال أفريقيا تأهلت إلى نهاية كأس العالم للأندية ان شاء الله في نهاية الأسبوع إن شاء الله لنعب سوبر إفريقي يعني انت عندك في مجال كرة القدم حد سوال حرج عندك في الألعاب الجامعية الأخرى حنجيب من أحدث الأخبار انت واخد سوبر سلة السيدات سوبر سلة الرجال انت خسرت برضو فارق نقطة يعني مش فارق كبير يعني كان وارق جدا أمام فريق كبير زي فرير التحاد السكنداري إن انت تكسب البطولة الفكرة في الألعاب الأخرى نفس الشيء الآلي دائما يشارك في كل اللعبات سواء كانت الجامعية أو الفردية على أساس أنهم ياخدوا البطولة ترجمة نانسي قنقر